اكد سمو الشيخ عبدالله بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى رئيس المجلس الاعلى للبيئة ان مملكة البحرين ادت دورها وبدلت جهودا مشرفة من اجل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجال الحفاظ على الحياة الفطرية والتنوع الحيوي مع الدول الشقيقة في مجلس التعاون وقال سمو الشيخ عبدالله بن حمد الخليفة بمناسبة يوم الحياة الفطرية الخليجي الذي جاء هذا العام تحت شعار الانسان والحياة الفطرية شركاء في بيئة واحدة ان مملكة البحرين حريصة على دعم كافة القضايا البيئية لسيما المعنية بالتنوع البيولوجي لما لها من اهمية بالغة في تحقيق اهداف التنمية المستدامة واضح السمو ان الاحتفال بيوم الحياة الفطرية الخليجي يأتي تحت مظلة الجهود التي تقوم بها دول مجلس التعاون لتنفيذ اتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث خصصت يوم الثالثين من ديسمبر من كل عام للاحتفال بالحياة الفطرية وذلك بهدف توعية المواطنين والمقيمين باهمية المحافظة على الحياة الفطرية وتعريفهم بالجهود التي تبذلها دول المجلس في سبيل حماية واستدامة الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية واشار سمويلا ان المجلس الاعلى للبيئة حقق تقدما واضحا في العديد من المباحثات الثنائية مع المسؤولين في دول مجلس التعاون كما نظم العديد من الزيارات الميدانية لمجموعة من المحميات والمراكز البحثية والحدائق المعنية والمتعلقة بالمحافظة على الحياة الفطرية بدول المجلس مثل حديقة العين بدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة ومحمية رأس الشجر بولاية قريات ومحمية القرم الطبيعية في العاصمة مسقط بسلطنة عمان الشقيقة وذلك بهدف نقل وتبادل الخبرات في مختلف المجالات المعنية بالحياة الفطرية البحرية والبرية وعلى الصعيد المحلي اكد السمو الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى رئيس المجلس الاعلى للبيئة ان المحميات الطبيعية المتنوعة التي تميزت بها مملكة البحرين تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه مملكة البحرين في تحقيق التوازن الطبيعي بين الانسان والحياة الفطرية وعلى هذا الاساس اعتمد المجلس الاعلى للبيئة على سياسة ربط الانسان بالقضايا البيئية كونه الشريكة الاساس في الحفاظ على البيئة والحياة الفطرية وذلك من خلال التركيز على رفع الوعي البيئي وخلق توازن بين عناصر الحياة الفطرية واستدامة استخدامها بالطرق المثلى التي تضمن بقاءها للاجيال القادمة واننوه سمو الى ان مشروع حياء التراث المتوافق مع مفهوم صناعة غوص اللؤلؤ الذي اشتهرت به البحرين منذ القدم شجع رياضة الغوص في مهاد محار اللؤلؤ الهيرات وساهم كذلك في استقطاب المواطنين والسياح لممارسة الرياضات البحرية والتراثية العريقة ورفع مستوى وعي مرتادي البحر بالمحميات الطبيعية وهميتها الكبيرة في حماية الحياة الفطرية مشيرا سمو الى ان تشهيد الممشى والمرافق السياحية في منتزه ومحمية دوحة عراد ومنتزه ومحمية العرين كان لهما بالق الاثر في تعزيز الروابط الطبيعية الوثيقة بين الانسان والحياة الفطرية المحيطة بهم واثر بشكل ايجابي ومباشر الى رفع مستوى الوعي لدى المجتمع باهمية المحافظة على البيئة وتعزيز الاستخدام المستدام لعناصر الحياة الفطرية في مملكتنا الغالية اشتركوا في القناة